مثلما توجد حيوانات أليفة رائعة توجد أيضا حيوانات في غاية السمية من بين هذه الحيوانات السامة أقدم إلى حضراتكم من قناة كل جديد حول العالم هذا الفيديو عن أخطر خمس حيوانات سامة في العالم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في عالمنا هذا يوجد الكثير والكثير من الحيوانات الأليفة جدا والرائعة الجمال في المنظر ويوجد أيضا الحيوانات المميتة السامة جدا والتي قد تميت الإنسان في لحظة واحدة وربما من خلال لمسة واحدة أتحدث إلى حضراتكم في هذا الفيديو عن أخطر خمس حيوانات من هذه الحيوانات السامة أول هذه الحيوانات الضفضع الأصفر السام هذا الحيوان البرمائي يعيش في سواحل كولومبيا وبنماء المطلة على المحيط الهادي ويعتبر حاليا هو أخطر للحيوانات الفقارية الموجودة على سطح الأرض يعيش في الغابات المطيرة متنوع الألوان وجلده يفرز مادة سامة جدا تؤثر على الجهاز العصبي ويمكن أن توقف التنفس ونبضات القلب في لحظة واحدة وبذلك تحدث أزمة قلبية حادة تؤدي دائما إلى الوفاة فورا للشخص المصاب وعادة ما تكون المادة السامة نشطة خارج أجسام هذه الضفضع فقد أظهرت بعد الدراسات وفات بعض الحيوانات بمجرد تلامسها معها أو حتى السير بجوارها أو بالقرب منها والثم الذي يحتويه جلد هذا الضفضع يكفي لقتل أكثر من عشر آلاف فقر وقتل ما بين خمستاشر إلى عشرين شخصا أو أكثر من ذلك أيضا يستطيع هذا الضفضع قتل أي حيوان يحاول أكله حتى إذا كان صعبانا يتغزى هذا الضفضع على النمل ويعتبر النمل بالنسبة له العنصر الأساسي لغذائه والمصدر الأساسي أيضا لإنتاج سمه القاتل ويقال أن الهنود الحمر قاموا باستخدام هذا السم عن طريق وضعه على سهام من أجل قتل الأشخاص في وقت قصير للغاية بفضل قوته السامة جدا ثانيا عقرب سكر المميت هو أحد أنواع العقارب الخطيرة جدا وتسبب في وفاة العديد والعديد من الأشخاص عند لدغهم وعادة ما تكون الإناس أضخم في الحجم من الزكور بأربعة بوصات وتمتلك زيلا ضخما يبدو شفافا كالبلاستيك ويتواجد بكسرة في أفريقيا ويفضل هذا النوع من العقارب العيش في الأماكن الجافة والتي تكون أكثر في درجات الحرارة وسموه قوي جدا ولكن استطاع العلماء اكتشاف مضاد لمواجهة آثار هذا السم القاتل ولكن في بعض الأحيان يترك آثارا طويلة على المدى البعيد كألم في الرأس وإرهاق مستمر وأيضا غيبوبة ثالثا الأخطبط الأزرق بيعرف أيضا باسم الأخطبط الأزرق الحلقي يعيش في مياه المحيط الهادي حول جزر اليابان حتى يصل إلى أستراليا ويتميز بحلقات زرقاء وجلده الأصفر وحجمهم مثل حجم كرة الجولف يتميز هذا الأخطبط الأزرق بقوة سمه فيستطيع قتل أكثر من 26 شخص وللأسف إلى الآن لا يوجد له مصل للعلاج من لدغاته القاتلة التي هي عبارة عن مادة سامة تتجمع في لعاب هذا الأخطبط المميت رابعا الأرمالة السوداء سميت بهذا الاسم لأنها عادة ما تقوم بأكل شريكها بعد الإنجاب منه مباشرة وتعتبر لدغتها خطيرة جدا على صحة الإنسان وتكون لدغة الأنسى أخطر سلاس مرات من لدغة الزكر لهذا فهي دائما ما تستخدم لدغاتها للدفاع عن نفسها من الزكور وذكرت بعض الدراسات أن السبب في أكلها لشريك حياتها بعد الإنجاب منه أن هذا من أجل العنكبوت الصغير ومساعدته في البقاء على قيد الحياة خامسا صعبان الطيبان الساحلي يتميز بطول يصل إلى سلاسة أنطار ويعتبر أكثر الحيوانات سمية بسبب سميته العالية جدا يتغزى على الفئران في أغلب غزائه ويتميز هذا الصعبان بقوة سمه فلدغة واحدة منه تكفي لقتل أكثر من 125 ألف فأر أو أكثر من 125 رجل وتقدر خطورة سمه هذا الصعبان أكثر من 20 مرة من صعبان الكبرى وعند الإصابة بسمه هذا الصعبان يتضفق السم إلى مجرى الدم مما يؤثر على أعضائك مثل القلب والرئتين فلا تستطيع التنفس ومن هنا تحدث الوفاة مباشرة لهذا يجب الحرص والحذر جيدا من الإبتعاد عن لدغة هذا الصعبان المميت كل هذه المعلومات كانت عبارة عن بعض الحيوانات الأكثر سمية أرجو أن يكون الفيديو قد أفادكم بمعلومة وإن شاء الله أن ألتقي في فيديوهات قادمة بإذن الله أترككم جميعا في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا على المشاهدة ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة